اشتركوا في القناة واذاك ليست هنا حكمة شوف النبي يقول ايه صلى الله عليه وسلم فيجمعون لكم ده الغدر بقى هنا بقى ندخل للتمانين راية ده الغدر ايوه وكل راية تحتها 12 ألف ممتاز مجموحهم 960 ألف مليون إلى 40 ألف مليون إلى 40 ألف ايوه مليون يعني اه مليون عدد كبير عدد ضخم طبعا يعني العدد ده في حد ذاته كده لو جاي فاضي تخيل لو مليون قبل مليون لا ده لو جاي فاضي اي نعم من غير سلاح اي نعم من غير أي شيء ايه ده منتصر اه طبعا عدد ضخم يعني بالمنطق كده بتاعنا مليون اه احتشدوا شكلهم كده مرعب اه ده لو عملوا صحيحة تمام هيهدوا الدنيا تمام ايه نوع السلاح بقى ممتاز كده شوف يا سيدي هنحارب ازاي اه اه هنحارب ازاي هنحارب ازاي ولا بالمدافع هنحارب ازاي ولا بالدبابات شوف ولا بالطيارات خلي بالاك الأول اه اما انا بيقول فيجمعون لكم اه فيأتونكم الفاء دلالة على التعقيب ما قالت ثم يأتونكم ثم تفيد الترتيب مع التراخي تاخد وقت اه ثم فيها هدنة شوية ترتيب وتراخي اه انما هنا دلالة على الان وسائل الاتصال موجودة وفيه سرعة هنحارب ازاي فيه تعقيب صورة اتصالات على طول بالضبط فيأتونكم تحت ثمانين غاية ان لو نظرت رواية احمد ورواية ابن حبان تحت تحت الواحد عشرة الاف الرواية الاقوى عند البخاري المسلم طبعا هيجيلي ثمانين راية تحت كل راية كام اتناشر الف اتناشر الف كنت تلاحظك ازاي يعني جايلي مليون قرابة مليون يعني حتى لو خذنا بالرواية الثانية تبنو مئة الف لو خذنا بالرواية الثانية اه تبنو سندا فانا عندي مليون الا اربعين الف دادون المقاتلون مش امين على الخدمة ولا الاسعافات ولا كيت ولا التجهيزات ولا المساعدات ولا جهاز خدمات دل القوى القتالية القوى القتالية اه انا عندي مليون داخل فقط في التشكيل القتالي معايا من انا كده طيب اهجي عايز اوضح بقى حضرك قلت هل المعركة دي هتكون يعني محترامي بالسيف بالسيف يعني كنحية بدائية ولا دخلتها محترامي يعني يعني وسائل التقنية الحديثة من علوم تجربية او من وسائل مثلا عنديسة زي طيارات البيولوجية النووية الذرية كمان تمام انا ادخل مع بعض عندي رواية من طريق ابي قتالة قال هاجت ريح حمراء بالكوفة ريح حمراء شف لما نكون اعني نجري ريح حمراء من جاي يعني من الجبال جايبت ريحة حمراء وهيجة على البيوت وتطلقات والشوانع وكل شيء تمام الناس خاف ظنن ندي الايامة ظنن الانسان اللي عنده جبن او يخشى ينسى حتى مع اي حدث اي دي يا ولا خلاص الايامة الايامة وينسى كل ما ذكره النبي صلى الله عليه طيب ام راجل جايلي ابن مسعود شوانا ببسط بالعامية عشانا قدر وصل ممتاز راجل جايلي ابن مسعود خدت رحضك ازاي وام ايلو ايه تقوم الساعة او ما يشبه ذلك او قاله جاءت الساعة عليك سؤال يتسعجت هي دي بقدره قاله لا شوف الفرق بين العالم النافس المطمئنة لا الفرق بين العالم وغير العالم لا هو عالم بمنتاله دو قاله لا قاله ليه قاله ان الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيم لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيم اهو ده شرطه ساعة تقوم لما بقاش فيه ميراث يقسم ولا غنيمة يفرح به طيب ما هممكن في اللحظة دي فنم برضو ما كانش فيه ميراث يقسم ولا غنيمة لا اه ده احنا هنوضح ده بسبب القتل ماشي وعدد القتل من يارف وما فيش الله هو الوحد وربما واحد باقي من قبيلة كاملة الى اخيرة هنوضح الزال بقاين مشاور بيده كده ناحية الشهن يعني هيبقى هناك ده لا يفرح بغنيمة ولا هيقسم ميراث يبقى الحرب دي هتبقى في أرض الشام في الشام في أرض الشام مانوريس كنت أخبرك هذا السؤال اين الملحمة بتاع الحرب العالمية الثالثة موقع هتكون في أرض الشام ممكن في أرض مثلا الغوطتين وبالذات الغوطة لأنها أرض ربطة نبي أخبر عنها كثيرا ولماشق ذكرت فيه أحاديث الى آخر هذه الأمور المحور ده هو عب الحرب العالمية الثالثة طيب ومشي أقطع فضلتك لأنني عارف حدك هتذكر يعني بعض النقاط اللي ذكرها آه ولكن استنتاج برضه معنى أن هم نزلوا بهذا الوادي اللي في الشام آه أن الحرب ضد العدو المشترك كانت في مكان قريب من الشام تمام تماما تكون استنتاج صحيح تماما والحقيقة بدليل قد تكون العراق شوف قال إيه فينزلون وربما تكون الشام نفسه وربما الشام نفسه يأما في العراق يأما في الشام صحيح يأما على حدود العراق يأما على حدود الشام لأن فيها متاخامة هم هم خلصوا فينزلون خلتها لحدك زي ببرجن ذي تلول تمام ببلاد الشام يعني نعود إلى نوع الحرب وذلك وين؟ نحن نحو الشام آه تعال معايا بعد كده لنوع الأسلحة آه شوف ابن مسعد قال له عدوهن يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام يعني معناها لما الرجل ده تقتل هم خلوا موقف تماما ورحوا يجمعوا بسرعة جدا ويجمعوا أهل الإسلام يجمعوا الأخرين كتيبهم وقواتهم على سبيل السرعة جدا وبعد ذلك يكون القتال القتال هيتم على أربع مراحل المرحلة الأولى يا أستاذ هاني مجموعة من المسلمين كبيرة تأتي تشتري الشرطة معينة إنهما إيه يا ينتصروا يا أستاذ هاني يا ما يرجعوش يا شهداء يا منتصرون إما النصر أو الشهادة بالضبط هي دي فيقتلوا الطرفان اقتتالا شديدا اللهم المسلمون والنصارى خلتل عدك زي حتى يحجز بينهم الليل افطلوا طوال النار لغاية ما ييجي الليل يظلم الليل جدا خلاص حجز الليل وبين الاثنين يبقى هؤلاء وهؤلاء كلهم غيروا غالب لا دا غالب ولا دا غالب يا أستاذ هاني معنى إن يقتتلوا حتى الليل من الواضح إنهنا هنا في حرب في اشتباكات حقيقية وليست حرب بالمفهوم العام اللي هو دلوقتي ممكن الحرب تبقى بالليل يبقى من الله يبقى من الله التحام اللي أنا أقوله هو التحام التحام وغيرك حرب عصابات وعلى فكرة بمعنى أصح أصلي ما تكلم عن شدة وضرابة القتال متحدث عنه بالنهار أما بالليل الله يبارك في عمرك ربما يكون محترامي سبب ذلك بالنسبة للانقطاع وليس انقطاعا مطلقا يعني يبقى فيه تبادل ولكن هو ليس بقتال ليس بقوة النهار وغير كده ربما يكون فيه رياح معينة تعوق يعني الطائرات ربما يكون فيه كيد ربما يكون فيه أشياء لأنه قال لك ريح حمراء وممكن تيجي بقى ويما ريح الحمراء إلى أغر هذه الأمور ربما ربما مثل هذه الأمور لكن هل قطاع مطلق مش انقطاع وتفنى المجموعة دي الشرطة دي خلاص تيجي مع موقع ثانية نفس النظام وبعدين يحجز بينهم المساء مش الليل شوف الدلال على أنها بتقوليش الحرب بس بالنار بس ما هو المساء المساء الحجز بينهم مش الليل خدت بلك إذن هذه الحرب متقطعة هذه الحرب متقطعة لكن تبقى لها توابع وزلازل ليلي طيب وبعدين تفنى المجموعة دي التالت الرابعة بقى تنهض الفئة اللي المتبقية نهضة خدت معينة تهجم على هؤلاء وتقاتل بكل ما أتيت بعد ما تقاتل كده فتقع الضبر يعني الهزيمة على هؤلاء فيقتلون ما اقتللهم الطرفين لم يرى مثلها وفي الرواية لا يرى مثلها تعليقها في عندي دي إذن المعركة النهائية الحاسمة بين الطرفين الصحابي يقول لا يرى مثلها الرواية الثانية لم يرى مثلها يعني لو عدت خطبك انت كصحابي ما تقدرش تصورها على الإطلاق لأنها مش مثل القتال بتاعنا دي مش بنفس الأسلح بقى دي دي الغالب ده الصواب في الفهم هاي يبقى أسلحة متطورة ده الصواب في الفهم أسلحة فتاك شوف أنا أقولك إيه لم يرى مثلها أنا نفئت لم لم آه ما لاش وصف يعني عاش أقولك مثل آه ما شوفناهاش أو كنت لا لا مش كلام منه ما شوفناهاش لا هو عايز أقول لم يرى المقتلة دي لسه تصورتنا واللي احنا شوفناه ما يتسواش مع الإطلاق حتى وإن قلة في العدد برضو ما فيش واجه التمثيل بين الاثنتين خلاص يا سيدا تمام واضحة كده جدا تعال شوفي اللي جاي عشان نفهم القدر ازاي شوفيوا إيه حتى إن الطائرة لغاية الطائر الطائر ركن حمامة يمامة يعني عصفور أي شيء حتى إن الطائرة ليس بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتها الله يعني مجرد يقرب منهم لا مش قريب كمان شوفيوا إيه ليس بجنباتهم مش جنبهم بعيد كمان بس في محاذاة أو موازاة خلاص كده وصلوا هواهم تمام تمام فما يخلفهم ما يعدهمش خلتال عددك إزاي حتى يخر ميتها ده أنا عميزي إزهتار الهواء لا أنا عايز أقولك خلينا بنتقاتل بسيوف وسهام خلي بالك ورماح وما شابه ذلك اضطر يعدي ما فيش مشكلة اضطر بعيد وبمحاذاتنا وموازاتنا بعيد هو بيعدي كده ما يعدناش إلا ما يكون ميت يبقى في حاجة في الجو ده أنا عايز أوصله في سنة لو سيف السهم ما يطلوش بالزات السهم إحنا ابننا في سنة ما قالش إيه فتصيبهم الأسهم أسهم إيه رح لكل يضطر دي خليت بالك إزاي وبعدين اضطر ما جاش في أرض المعركة لا ليس بجنباتي بعيد ليس بجنباتي بعيد وايسه ما يصيبه أو يصل إليه لأ وبعدين يقوم إيه فما يخلفهم يعني ما يجيش يعدي المرحلة دي أو يقرب منهم أو يخرج من مكان المعركة يخرج من المعركة إلا ينزل ميت